اهلا وسهلا فيكم من جديد حالة من عدم الاستقرار تعيشها كرة القدم الأردنية على مستوى دور المحترفين مسلسل من إقالات واستقالات للمدربين وموضيع كثيرة في دور المحترفين راح نتحدث فيها أكثر مع الصحفي والمحلل الرياضي الزميل لؤيل عبادي سعد مساك أبو لجين مساء الخير نديم مساء الخير سميح أهلا كيف حالك؟ أنا عندي مشكلة مع اسمك صراحة ليش؟ مصرّة أنه اسمك إياد دائما عارفة أنا حفظة أنه لأيض بس مفرر بحس أنه بالباله إياد ليش ما تسألني يمكن في واحد تشبهني بتعرفي اسمه ممكن يمكن عشان هيك أهلا فيك إذن عاصفة الإقالات والاستقالات منشوفها بهذا التقرير عاصفة قوية ضربت أندية دور المحترفين بعد نهاية أسبوعه الثالث كانت ضحية فيها الحلقة الأضعف دوما المدرب ثلاثة مدربين كانوا الشغل الشاغل للشارع الرياضي الأردني هذا الأسبوع منهم من أقيل ومنهم من قدم استقالته بعد تذبذب في النتائج لم يرضي جماهير هذه الأندية ولا مدربيهم البداية مع جمال محمود مدرب الوحدات الذي آثر الاستقالة بعد تعادله مع الصريح بدون أهداف تعادل جعله في وضع حرج ليختار الاستقالة بعد ضغط جماهيري كبير إدارة الوحدات درست هذه الاستقالة وقررت رفضها بشكل قاطع وتجديد الثقة به رغم جمعه أربع نقاط فقط من أصل تسعة الفيصلي لم يكن حاله أفضل من منافسه الوحدات نبيل الكوكي جاء إلى الفريق وعينه على تحقيق الألقاب مع الفيصلي لكنه فشل في ذلك بعد مستوى لا يليق بطموحات إدارة وجماهير الفيصلي لتأتي مباراة الفيصلي والرمثة التي انتهت بالتعادل وهو الثاني على التوالي للفريق ليصدر الفيصلي قرارا بإقالة الجهاز الفني والإبقاء على المدرب العام في راس الخلايله وتمت الاستعانة بالتونسي طارق جرايا ليتسلم دفة النسر الأزرق فيما تبقى من مباريات لهذا الموسم هذه العنصفة لحقت أيضا بنادي شباب الأردن الذي أنهى عقد مديره الفني البرتغالي زيناندو بعد تعادل يسود غمدان مع السلط بهدف لكل فريق بعد هذه الزوبعة إلى متى سيبقى المدرب هو الحلقة الأضعف وهو من يتحمل دائما تراجع النتائج وهل ستشهد الأسابيع المقبلة موجة أخرى من الإقالات أو الاستقالات التي ستهدد مدربي الأندية؟ لوي ماذا يحدث في دور المحترفين؟ شوف بالبداية أخ نديم خلينا نتفق أنه ظاهرة إقالة أو استقالة المدربين أصبحت أمر معتاد وعن يزيد يزيد نعم في كل أردنية ليس من الموسم الحالي من المواسم السابقة دائما الإدارات لا تلجأ لهذا الطرح بشكل مفاجئ وشكل مباشر بغض النظر عن التوقيت أصبحنا نشاهدها بأسبوع الأمر عادي جدا ومجرد تعثر الفريق بأول خسارة أو تعادل المدرب يقال أو يستقيل باعتقادي كمان أكثر الفرق التي تلجأ لهذه الخطوة هي الفرق التي دائما اعتادت أو تبحث عن التتويج التي تعتبر أن التفريط بنقطة يعني هو عامل سلبي يؤثر ويعطل من مخططاتها السلبية ودائما تعتبر أن المدرب هو الحلقة الأضعف ودائما هو المتحمل مسؤولية وخصوصا أثناء سير المنافسات ليس قبل المنافسات أو بعدها وإذا بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع الاستقالات بدنا نركز أنه يعني عفوا الإدارات عم تتجه لهذا الطرح ضغط جماهيري طبعا تستجيب الضغط الجماهيري جدا وكمان عم تتجه لهذا الطرح بدون تماعون بدون تروي قرارات مفاجئة وصادمة يعني أعتقد من أفضل دائما دائما التروي الخروج بقراءات شاملة اختيار توقيت مناسب يعني إذا كان في فسحة زمنية ما بين أسبوع لأسبوع يعني ممكن خلال الفترة يعني أقدم على إيقاط المدرب لأنه في هذه الحالة إذا يعني ما وصلنا لهذه المرحلة ووصلنا لأمر أنه المدرب تولى المباراة مثلا أو قيادة فريق قبل انطلاق جولة بيوم أو بيومين رح يدرع مباشرة أنه بقصر الفترة زمنية طبعا هون الفرق رح تقع بيعني رح تتعرض لخسائر أكثر أنت خسرت المدرب السابق خسرت فترة الإعداد اللي كان يحضرها من قبل خسائر مادية وأيضا أنت معرض لخسائر إضافية مع المدرب الجديد صحيح طيب يعني ما منقدر نقول أنه الخلل مش بالمدرب والجهاز الفني يعني مثلا ممكن أنه يمكن يكون في خلل بالمدرب والجهاز الفني لكن إداريا ما في صبر على المدرب أو المدرب ما عنده صبر في حال استقالته لا هو طبعا الإدارات تحمل جزء كبير المسؤولية يعني إدارات ما بتصبر عن نتاج حكيت لك تحديدا إدارات الأندية المطالبة بالفوز لديها ضغط جماهير كبير وأيضا المدرب يتحمل المسؤولية أيضا إذا فعلا ما يعني الخلل أو الأوضاع السلبية استمرت على أداء فريقه لكن إذا الإدارة نفسها راجعت وقيمت وعملت قراءات وحطت إداءة على مواطن الخلل ساعة الإدارات هي تكون بمنأة عن تحمل المسؤولية وتحمل الجزء الأكبر المسؤولي للمدرب اللي هو أعتقد إذا فشل في تصويب مصار فريقه في إيجاد حلول الاستقالة هو الحل الأنسب تكون إليه جميل أبو لجين الوحدات بعد تعادله مع الصريح قرر المدير الفني جمال محمود تقديم استقالة وبعد كذا يوم طلعت الإدارة ورفضت قرار الاستقالة طبعا هذا سيناريو مشابه لما حدث مين جمال محمود وإدارة الوحدات في الموسم الماضي هل قرار إدارة الوحدات في مكانه على الإبقاء ورفض استقالة جمال محمود أنا أؤيد قرار الإدارة من جانب الاستقرار من جانب الاستقرار الفني جميل أنا أعتقد أن إدارة نظرت أنه مجرد تعثر بخسارة أو تعادل هذا لا يعني أمر أبدا انتهاء مشوار الفريق لسه البطولة طويلة وعرض لكثير متغيرات جولة أو مباراة ممكن تغير شكل طابق الترتيب وبنهاية الوحدات الموسم الماضي توج بطاله بعد سلسلة من العثارات وأيضا أغلب الجمهور لم يكن راضي على أداء الوحدات رغم النتائج الحقاقة جمال محمود معه الإدارة فكرت بتروي أعطت مجال لجمال محمود مباراة اليوم هي مع شباب الأردن أعتقد أنها ستكون فرصة مثالية أمام جمال محمود وأمام الجهاز الفني وأمام الإدارة الإدارة قد تكون صادقة جدا في قرار إبقائها وتشديد ثقة مع جمال محمود وجمال محمود أيضا قادر على أن يكون حصن هذه الثقة وعادة الثقة الجمهور في الجهاز الفني والوحدات بشكل عام جميل نعم إذن كاميرا رؤية كان لها لقاء مع الكابتن جمال محمود في أول تصريح له بعد تشديد الثقة به نشوف ونرى حتى نكون بكامل الصدق نتكلم بأن الفريق بدأ استعادة الوضع الفني بالشكل المريح بمعنى بأنه بدأ تدريجيا بالعودة إلى مستوى الطبيعي مباراتنا مع الصريح يعني اللاعبون أدوا مباراة جيدة المستوى أضعنا العديد من الفرص كان التوفيق غائب عن اللاعبين وهذا حال كرة القتم يعني قد نوفق وقد لا نوفق يعني إحنا كمدربين عملنا قد يكون هو إيجاد فرصة أو إيجاد خليني أحكي بمسمى اللي الكل يفهمه تكتيكيا إنه نحن نعمل من أجل إيجاد فرص للتسجيل ولكن لا يمكننا أن ننزل إلى الملعب للتسجيل وهذا ما قمنا به خلال الفترة الماضية حسننا من الأداء غيرنا في أسلوب اللعب وصلنا إلى المرمى مرانا وتكرانا لكن كان هناك عدم توفيق في تسجيل الأهداف نعمل بأنه في قادم الأيام أن نستمر في تحسين المستوى وأن نعود إلى مستوانا الذي يلبي طموح الجماهير ويلبي طموحنا إحنا أيضا يعني وأيضا العودة إلى سكة الانتصارات لكن بشكل عام الفريق يسير بشكل تدريجي جيد للعودة إلى مستوى الطبيعي في المأخير يوجه الكابتن جمال محمود لجمهير نادي الوحدات والله يعني بتمنى أن نكون عند حصن ظنكم وحقيقة يعني استقالتي فقط هي من أجل جمهير نادي الوحدات لأنه إحنا عندما حضرنا لتدريب نادي الوحدات كنا مطلب جماهيري وكاد أن يكون لأول مرة يمر في تاريخ نادي الوحدات أن يكون نسبة إجماع على مدرب أو مدير فني وجهاز فني اجتهدنا أصبنا في أماكن وأخطأنا في أماكن وهذا حال البشرية وهذا حال كرة القدم نتمنى في قادم الأيام أن نلبي طموحكم ويعني أعود لأكرر راح يكون في مرحلة تقييم بين الذهاب والإياب لن أترك نادي الوحدات في مأزق أنا عندما أتيت إلى نادي الوحدات كان الوضع حقيقة وضع سيء جدا على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء وقبلنا التحدي في زمن قياسي يعني في زمن كان صعب جدا ولكن الحمد لله رب العالمين الجميع التفح حول الفريق تحديدا الجماهير يعني كانت مساندة بشكل غير عادي للفريق وأعادت الروح للفريق وأعادت النتائج للفريق حسنا أداء اللعب هذا ما قاله أو جزء من ما قاله جمال محمود ذمن مقابلته مع رؤية شو رأيك في هاي الجزئية وبكلام الكابتن بشكل لا أنا بدي أعتب عليه بهذه الجزئية تحديدا يعني الكابتن جمال محمود ما احترام شديد يعني هو متواجد مع الوحدات من موسم الفائق يعني الأوراق مكشوفة أمامه صحيح المفترض أنك يعني أي أخطاء فنية ممكن تكون أخطاء طارئة حدثت بالمباريات أما أخطاء تتعلق بالانسجام أو تشكيلة أو أسلوب اللعب هاي المفروض جهاز فني متجاوزها من زمان متجاوزها من زمان وأعدلها الخطة يعني أوكي يعني ممكن يعترف بوجود أخطاء فنية تكتيكية تبديلات ظروف مرت فيها مرت فيها الفريق أثناء المباراة أوكي تمام أما أنه أدخل به شط أنه تكتيك أو تشكيلة أو عدم انسجام هذا لازم يبتعد عنه هي هي مجدريعة أبدا للكابتن جمال محمود الأمانة يعني وكمان كان أمام فرصه فرصة أمامه قبل انطلاق الدوري بالدورة الربعية تذكر نظامها الفيصلي صحيح الوحدات يعني ظهر في خلل واضح يعني كان مفروض أن الجهاز الفني للوحدات وحتى الفيصلي حتى يعني يدخل بهذا الشق كان مفروض أنه يقف جيدا على هذه الأخطاء يعالجها قبل انطلاق الدوري خصوصا من فريق حامل لقب ومطالب بشكل كبير الدفاع اللقب وحمل الدفاع نتائج حقاقها كانت دون مستوى الطموح للأمانة هاي هي لدفعة الجماهية الطالب بإيقال جمال محمود بالفترة الأخيرة طيب نروح للفيصلي وإيقالة نبيل الكوكي من منصبه يعني ما صر له ثلاث أسابيع فعليا فكيف تقيم هذا القرار زي ما حكيت لك منطبق على الوحدات ينطبق على الفيصلي صوصا بالدورة الرباعية يعني الكابتن نبيل الكوكي يعني قبل ما جاء وكان مطلب جماهيري بالنسبة لل بنذكر جميعا الحادثة التي حدثت الموسم السابق ما بين نبيل الكوكي ونيبوتشا الجماهير يعني نبوتشا عاد لكنه الجماهير طالبت برحيله الآن نبيل الكوكي استلم كانت الجماهير متأملة خير جدا بنبيل الكوكي لكن للأمانة يوجد مجموعة جيدة من لاعبين لدى الفيصلي يوجد استقرار الفيصلي لا استقنى عدد كبير من لاعبين استقنى عن محاور هجومية تتعلق بلوكاس ودومينيك بالفترة الأخيرة عوضهم بمحترفين المفترضون يكونوا على نفس السوية أو على أعلى إذا لم أراد الفيصلي يحقق نتائج إيجابية لكن الفيصلي شفتنا تذبذب بالمستوى كانت الجمهير تتبشر خير ببراية الأولى أمام الشباب العقبة هناك في العقبة الفيصلي فالثلاثة واحد لكن بعدين تعادل والتعادل مع ذات رأس وبعدين تعادل في البراية الأخيرة مع الرمثة يعني هذه الجمهير جعلتها تفقد الثقة في نبيل الكوكي للقرار الإدارة جاء مباشرة بإقالته وتعاقد مع مواطنه طارق جرايا اللي أعتقد أنه رح يتولى إدارة البراء بكرة مع السلط يعني نرجع بنحكي الكوكي يعني وقع فيه أخطاء فنية ممكن ما بدنا نحمله بمسؤولية كبيرة أكيد لكن هل تلت أسابيع كافية لحتى أنك تقيم المدرب واتقيله بالنسبة للفيصلي وجماهيره والمطالب اللي دام للفيصلي مطالب تحقيقها هي تعتبر كافية يعني يعني بنرجع لموضوع الضغوط هي اللي بتخلي الإدارة هي تقيلة يجب أن نعرف الفيصلي ما حقق النتائج أو ألقاب بالموسم الفائت الآن هو مطالب بالعودة منصر التتويج ولذلك يعني استعاقد مع الكوكي خسر من من تسع نقاط متاحة خسر خلنحك الآن هو وقت خمس نقاط تعادلين راح أربع نقاط راح أربع نقاط خسر أربع نقاط أربع نقاط هاي أكيد أكيد يعني ممكن نتأثر بشيء على سير المنافسة في المراحل المتقدمة من الدوري بس حتى لو أي يعني نحن نتحدث عن بطولة ودية ثلاث مباريات مش فترة يعني كافية حتى أنه نحكم على أداء مدرب حتى أنه يعني نقيل مدرب حتى أنه نرجع نبلش من أول إلى جديد لسه بدنا مدير فني جديد وبدنا نبلش مرحلة جديدة من التحضيرات ما هذا كله محسوب على مباريات بالفعل بالفعل والإدارة والجمهير يعني وجدت عذر لنبيل كوكي في الدورة الربعية يعني ما طالبت إقالته مباشرة بعد الدورة الربعية يعني شاهدنا أنه بالمباريات اللي خاضها الفيصلي اللعب أكثر من تشكيلة تبديل مراكز جرب عناصر جديدة عناصر شابة عناصر واعدة عندك محترفين دخلوا التشكيلة من جديد حبي يجربهم الجمهير يعني وجدت عذر لنبيل كوكي أنه هذه مرحلة تجريب بطولة اللقب فيها مش مهم جميل لكن أنه نتائج السلبية والأداء المتواضع والمتذبذب يتواصل أثناء البطولة الرسمية أو الدوري هذا هو ما جعل الجمهير الطالب بإقالة وهذا ما دفع الإدارة لإقالة نبيل كوكي نعم طيب طارق جرايا هل سيكون قادر على إدارة الفيصلي وقياته أنا أعتقد مهمته صعبة جدا يعني طارق جرايا أنا من سيفيلي تابعته مباشرة يعني بعد صدور اسمه ملامح اسمه أنه الفيصلي قادم للتدريب الفيصلي يعني هو مدرب يعني حاصل على شهادات أكاديمية يعني تدرب في دور مؤخرا لكن شهاداته أكاديمية يعني أكثر من خبراته الميدانية مع الفرق وجر سلام صغرته اللبناني والنجم اللبناني يعني مدرب صغير بالسن يعني قريب جدا ممكن اللاعبين إذا استطاع التعامل بالشكل النفسي والحماسي ودخول مباشرة بأجواء الفيصلي أعتقد ممكن نلمس فرق لكن إذا يعني وجد صعوبة بهذا الأمر أعتقد الفيصلي يعني ممكن يعني يجد بحاله في مطب آخر خصوصا المباراته مع الصلط مبرامج سهلة الصلط شوفنا يعني يقدم مستويات مميزة وخصوصا يعني بدايته القوية كانت مع الوحدات وعزمه على تحقيق الانتصارات وتحصيل النقاط والبقاء يعني أو تثبيت نفسه بالدوري رح يكون منافس صعب وهو سيزيد من حجم من صعوبة المهمة لطارق جرايا جميل لو أعي شو سر المدرسة التونسية من المدربين هي خبرات أعتقد تم اكتسابها يعني الأمانة هي يعني دخلت على السوق الأردني يعني بعد قدوم الدكتور بالحسن ملوش مدير الفني الاتحاد الأردني كرة قدم يعني ما ننكر المدرسة التونسية مدرسة غنية على التعريف ومدرسة فيها إمكانات وفيها قدرات يعني يمكن المدرب التونسي وجد بيئة خصبة في الكرة الأردنية يمكن الراحة التي شعر فيها المدير الفني لاتحاد كرة قدم بالأردن وقناعته التامة بالإمكانات الموجودة لللاعبين الأردنيين هي دفعة المدرب التونسي لخوض تجارب جديدة هنا في الأردن جميل على سوية أو على نفس الطريقة في الفيصلي شباب الأردن أيضا إقالة المدير الفني أنا هذا ما أستغر بصراحة يعني الشباب الأردن يعني تعثر بتعادل فقط في المباراة الأخيرة مباشرة قرار إقالة يعني غير مبرر هو استقالة زينالدو بس موافقة مباشرة موافقة مباشرة بدون أي مراجعة بدون أي اجتماعات بدون أي يعني محاولة ثانية عن الاستقالة بحسب ما وصلني معلوماتي يعني يبدو أنه المدير الفني أو اللاعبين كمجموعة غير مش مرتاحين مع بعض أيضا في وضع مناسب يعني بنسوئله هو زلم يعني حقق نتائج إيجابية يعني نوعا ما مش نوعا ما جيدة جدا يعني يعني الشباب الأردن الآن بمركز الثاني في انتصارين وتعادل نتائج كثير مميزة لفريق شاب وطامح للبقاء أيضا ضمن الكوكبة المنافسين على اللقب نعم يعني أقل نتائج جيدة ويعني بالطراضي خروج مشرف نعم نعم إذن كاميرا رؤية استطلعت رأي الشارع الرياضي الأردني بموضوع الإقالات والاستقالات في دوري المحترفين خلينا نشوفها بالنسبة لجمال محمود يعني أعطى داء رائع يعني من الوحدات بعد ما قطع حد نان حمد من الوحدات بس عن حد المستقال عشان طبعا نعطى إنجاز الوحدات بعد ما خلصت نان حمد بس استقال إنه ما شافش هالإنجاز هذا واته مع جماهير الوحدات لأنه كثير لاقوا منهم صد يعني وزي هيك من جماهير الوحدات بالنسبة لإستقالات المدربين هذا بكون عدم استقرار بالإدارة أول إشي بعدين المدربين في معظمهم ما بأخذوا فرص حس أنا أكامشجع في صلاوي بحكي إنه بالنسبة لموضوع الكوكي الكوكي أول شي يعني خلني حكي أخذ فرصته أنا كنت كثير مؤيد للكوكي يعني من قبل بس سوى بصراحة يعني أخذ فرصته نزل ببطولة النادي سوى له بطولة خصوصي عشان يستعد فيها ويزبط الأمور وكذا أخذ فرصته بالبطولة حاول يجرب مراكز لاعبين يعني غير أماكنهم أوكي مش عار شو كان الهدف منها قلنا مش مشكلة بطولة ودية وكذا وهيك بلش الدوري أول مباراة مبارتين يعني ما بلش مجال خلص الدوري الأردن عندنا خلص معك أربع خمس مبارات خلص بيروح كل شيء عليك أتوقع أنه الضغطات الجماهيرية والأندية كمان يعني هي السبب الأكبر لإقالة بعض المدربين وغير هيك يعني دايما رأي الجمهور هو أهم رأي هلا بالنسبة موضوع إقالة المدربين أو استقالة بعض المدربين برجع إلى موضوعين موضوع أول عدم رضى الجماهير عن الأداء الموضوع الثاني أنه فرصة التي أخذوها قد تكون كافي أور كافي الإثبات ويجيرهم في تدريب الأنت دايب بعيداً عن مسلسل اللقالات والاستقالات مبارح بلشت الجولة الرابعة بإقامة لقائين الأول فازل حسين على الصريح في الثاني تعادل مسير بين البقعة وذات راسل نعم خلينا قبل كل شيء نديم نحكي أنه مضي ثلاث جولات ونصف من العمر الدوري يعني ممكن يعطيك مؤشرات أولية حول مستوى الفريق أو ذاك الفريق لكن دون أن نصل ذلك إلى مؤشرات قطعية حول مصير المنافسة زي ما حكيت لك مباراة أو جولة واحدة ممكن نتغير معالم منافسة بشكل كبير والبطولة طويلة جداً وعرضة للعديد من العوامل ممكن تغير ممكن فريق فريق عفواً فريقين يعني متتاليين بالترتيب أحدهم ينتصر على الآخر أو الثاني يتعرض لخسارة ممكن فريق تقدم وفريق تأخر يعني إذا بدي أوصف الدوري بشكل عام أو مواقف الفرق بشكل عام الآن يعني هي أربع أوصاف بالطب يعني ممكن أطلق عليها في يعني وضع مثالي إلى جيد جداً أنا بحكي عن جزيرة جزيرة يعني يعني عم يقدم مستويات كثير رائعة وكثير مميزة وثبات المستوى ننسى مشاركة الأسيوي الأخيرة أمام قوة جوة العلاقية وخسارته لكن على الصعيد المحلي فريق قيادة نتكابت النظام محروس عم يقدم كثير مستويات رائعة في عنده ثبات بالمستوى ثبات بالتشكيل ثبات بالأداء عم بأكد مرة ثانية أنه يعني ما فعلوا موسم السابق واللي قبله هو كان نتاج عن خطة مدروسة مستقبلية يعني أعتقد أنه ممكن قريباً جداً إذا ليس الموسم الحالي الموسم القادم ممكن أن يحقق نتائجها بشكل أنه يعتلي مناصة تتويج خصوصاً على بطولة الدوري بدرجة منه الشباب أردن زي ما حكينا شباب أردن مستقر النوع الماء عنده عناصر شابة حاول مع زينالدو يعني الاستمرار على نفس النصق لكنه تعثر بالتعادل بالفترة الأخيرة يعني نأمل أنه يبقى هذا النصق موجود لدى الفريقين حتى أنه تتواصل عمية المنافسة وتتوسع شريح المنافسة بين أكثر من الفريق ممكن فيه وصف آخر نطلقه على وصف مقبول يعني لمستوى الفرق إذا بنحكي نديم عن الصلط العقبة الصريح يعني عم بتحقق نتائج يعني نوعاً ما يعني مقارنة بما قدمته موسم الفائت يعني نتائج جيدة خصوصاً في عمر البطولة الأول السلط أول مشاركة نعم السلط أبرزهم طبعاً في هذا الناتج فيه فرق عم بتمر بوضع غير يعني غير طبيعي اللي حكي هون عن الفيصل والوحدات يعني الفيصل والوحدات نحن دائماً نحكي فيصل والوحدات أنهم قطبين يعني دائماً هم يعني عنصر يعني موجودين دائماً في معادلة المنافسة على اللقب فريقين في عندهم تذبذب بالمستوى نتائج تذبذب بالمستوى الفني أحياناً فريقي يعني بفوز بالجول الأولى بتعادل بالثاني بخسر بالثالثة يعني هذا بأكد أنه فيه خلل ما أصاب هذه الفرق الوصف الأخير هو وضع صعب يعني إذا بنحكي عن الأهلي الرمثة يعني الحسين نوعاً ما خرج بفوز مبارح نحن خرج من هذا الوصف هذه الفرق يعني لسه ما زالت ضالة طريقها بشكل ما يعني ما عم تصل للأدف اللي هي تريد تحقيقه إذا ما أرادت تعديل مسارها عليها تصويب أخطائها واستغلال أي نقاط متاحة إلها وخصوصاً برية تقام على أرضها وبين جماهيرها نعم إذا بنحكي عن لقاءات اليوم في عنا لقاءين يعني مثيرين نوعاً ما ونبلش مع القمة بين الوحدات وشباب الأردن توقعاتك لهذا اللقاء بعيداً عن توقعات خلنحكي هي رح توقعات نتيجة لكن هو رقاء مفعن بالإثارة رح يكون مفعن بالإثارة طبعاً نعم نعرف شباب الأردن زي ما حكينا قبل مستوياته مميزة الآن بقيادة الكابتن المدرب الوطني محمود الحديد عم بحاول أنه يثبت حضور هذا الكابتن يعني بعد استقالة زينالدو ما رح يستغني عن الفرص المتاح أمامه بتحصيل النقاط أو تحقيق نتيجة إيجابية على الأقل الوحدات بالمقابل مطالب بالفوز لا أكثر والأقل زي ما حكيت لك هو هايا يعني اختبار صعب وحقيقي أمام جمال محمود للإدارة عززت الثقة فيه وجدت الثقة فيه مرة أخرى نعم يعني رح يكون فعلاً إثارة حاضرة وأنا متوقعة يعني كما اعتدت عليه لقاءات الفريقين بشكل سريع أبو لجين مباريات بكرة الفيصلي مع الصلت وأيضاً الجزيرة والعقبة كيف ترى هتين المبارتين بالنسبة للجزيرة والعقبة زي ما حكيت لك نديم الجزيرة رح يحاول استمرار على نفس النهج رح يحاول تحصيل ثلاث نقاط جديدة هو بدرك تماماً صعوبة المنافسة العقبة اللي عم بقدم مستويات يعني خارج أرضه يعني أمام الأهلي نتذكر فاز بربعية نظيفة صحيحين وخسر على أرضه وخسر على أرضه أمام الفيصل وأمام البقعة على ما أعتقد لكن فريق يعني يحاول أنه ما يضيع النقاط المتاح المركز المتقدم وإبعاد نفسه عن أي خطر قادم من الخلف عليها أيضاً تحقيق ثلاث نقاط إيجابية منها يشكل دافع على البطولة المحلية ويشكل تعويض لإخفاق اللي حصل معه أمام القوة الجوية العراقية بفطولة أسيوية جميل جداً الأستاذ لوئي العبادي الزميل والصحفي والمحلل الرياضي شكراً على حضورك تواجدك معنا اليوم وعلى تحليل لك الرائع والمميز اشتركوا في القناة